ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج العزراء وتوقعات الاسبوع الثالث لشهر ابريل عام 2021 برج العزراء احنا عندنا خلال الاسبوع الثالث مهم جدا ودقيق وفيه اهمية بشكل قوي اوي ليه؟ لان الاسبوع الثالث هيكون بداية دخول كوكب الزهرة لبرج الصور وبرج الصور هو برج ترابي وهيكون فيه اضافة كبيرة جدا جدا لبرج العزراء الترابي يعني هيخدم بعضه وده هيكون بالنسبة للبيت الكام او تأثيره هيكون فيه البيت التاسع وده معناه حاجات كتير لها علاقة بيه الامور العاطفية ولها علاقة بتحسين الاحوال وزمالة او صداقة جديدة فعندك حب عندك رومانسية عندك زواج فيه خطوبة فيه بداية لوضع عاطفي كمان انت هتكون عندك حتة الاشتياق للاستقرار العاطفي جدا بالنسبة لك الشمس لسه موجودة في برج الحمل عطارد لسه موجود ولكن هيتم او هينتقل من يوم 19 فبيبدأ عندنا فيه كلام كتير برضو يتغير في فترة اخر يومين يعني انتقال كمان عطارد في اليومين دول او اخر اسبوع او اخر الاسبوع التالت فده برضو هيكون ليه تأثيرات مختلفة جدا او تأثيرات مهمة جدا برج العزراء بالنسبة لك انت اصلا يعني داخل الاسبوع التالت بعد مرور على يومين مهمين جدا اللي كان 13 و14 اتكلمنا عنه في توقعات الاسبوع التاني ووضحنا ده ووضحنا في التوقعات الاسبوعية ان بالنسبة لك ان اليومين دول مهمين جدا ان ادخلهم اصلا في توقعات النص التاني المهم الاسبوع التالت انت خارج من يومين مميزين هيكون الاسبوع التالت بيكون منطبق على اليومين دول على يوم 13 و14 فهم او هقولك فكرة ايه فكرة الاطفئنان النفسي او فكرة ان في حدث مهم هيكون حصل لك في اليومين دول فبيدو لك تأثير ايجابي او تأثير قوي ليه الاسبوع التالت بيغضيف لك بالنسبة لي وجود الأمر في خلال فترة الأسبوع التالت هيكون الأمر متواجد في برج الجوزاء فترة يوم 15-16-17 بالنسبة لك بعد كده بينتقل لبرج السرطان بيبدأ معنا يوم 18 هو بيبقى قبل يوم 18 ولكن احنا بنحسب عشان يكون من أول اليوم فيبدأ يوم 18-19 يبدأ معنا الباقي وبعد كده بينتقل الأمر لبرج الأسد الإضافة في اللفة دي الأمر لما يروح برج الأسد وقتها هيكون العطارد انتقل لبرج السر وهيكون ده برضو هي انتقل من بيتك الثامن للبيت التاسع فيكون برضو الوضع بيختلف ليك من ناحية الإيجابية هيضيف ليك أكتر فإحنا هنتكلم على الفترة اللي هي في البداية يوم 15-16-17 لازم تكون حذر جدا جدا واخد بالك من التحكمات اللي حواليك من القرارات المتسرعة تكون واخد بالك جدا جدا في الأمور العاطفية أو ان يكون في حد عايز يرتبط بيك عاطفيا وانت تكون متسرع في قراراتك أو متسرع في ان يكون عندك شوية انك بتحكم على حد بشكل سريع أو ان انت تحسس اللي قدامك لا لا مش انت اللي في بالي ومش في دماغي خالص أو أنا في دماغي حاجة تانية خلي بالك قوي لانك ممكن تتفهم برضو بالشكل الخاطئ فما تتصرعش في قراراتك أو ان انت توضح رأكشن على وشك معين أو عارفين برج العزراء خلي بالك قوي قوي من لغة الجسد بتاعتك لان هقولكم على حاجة أنا واحدة من الناس اللي بركز جدا جدا فيه التعاملات اللي هو لغة الجسد وبقرة جدا الشخص اللي قدامي فعندك اشخاص هتعاملك بالطريقة دي هيبقوا عايزين يعرفوا عينك معناها ايه طريقتك معناها ايه حركة ايدك دي معناها ايه في حاجات كتير قوي قوي هتكون بتتقري من عليكم خاصة عينك النظرة بتاعتك نظرة حزن ولا فرحة ولا شماتها ولا انك بتقرأ حد خاصة انك تقرأ حد دي اصلا انت عندك برضو اخر يومين كده ان فيها روحانيات عالية قوي فهتبدأ برضو تقرأ يعني الناس جدا عايز تحس اللي قدامك جدا ايه في ايه عندك ده برج العزراء احنا بالنسبة لنا اول 3 يام تكون واخد بالك قوي حريص جدا هيكونوا تقال فيهم ضغط حاول ان انت تعديهم بلطف ما تدخلش حاجات جديدة مشاريع انك حاول برضو ما تهملش شغلك لانك فترة هتكون مهمل فيها من ناحية المهنية لازم تكون حريص بكافة الاشكال في امورك المهنية كلامك تحركاتك دنيتك كل ده يبدأ معنا الامر لما يروح لبرج السرطان تبدأ الدنيا تقل كده وتبقى تبحبح معنا شوية يعني خد نفسك كده ويبدأ بداية جديدة يلقى هنفك هنروء الضغط بيقل عندك حالة من التسامح النفسي عندك حالة من ان انت بتبص قدام اكتر بتشوف ان انت خسرته تعوضه ايه لانا مش عارفة ايه عندك لغة الاعتذار موجودة فبالنسبة لك فترة هادية فترة هادية لما الامر بيروح لبرج الاسد بعد كده بيبدأ معنا الوضع يكون شوية تقيل لكن اللي يخففه ايه اللي يخففه اعطاه رد انه ينتقل لبرج السور ده يخفف كتير ويغير كتير ويخليك ان انت مؤمن بروحانياتك اذا تيجي فيما بعد تبدأ انك انت تقول لأ انا قلبي حاسس ان انا ممشيش في الموضوع ده لأ خليني هسكت لأ مش هارفة ايه احلامك لها دور كبير او معنى كبير لما تصدق روحانياتك هتعرف تخرج من المشاكل بكل سهولة وهيكون عندك في خلال الاسبوع بداية جديدة رجوع لحاجة مهمة رجوع لوضع مهني رجوع للشيء قوي ولكن الفترة اللي هي الامر فيها من برج السرطان قدر اقولك ان ده يكون متواجد اما قبل لا الرجوع اللي هيكون بالنسبة لك من بداية يوم 15 او من اول الاسبوع التالت هو الرجوع العاطفي البدايات العاطفية لقاءات حلوة لقاءات مهمة اشخاص جداية بتعرفهم كل ده بيوضيف لك حالة نفسية ايجابية بيخليك ان انت لا عارف لا تتوازع لنفسك كده وتبقى انت معجب بحالك قوي بس انت عندك حاجة تانية مهمة عارف ايه هي ان انت عندك قرار مهم عشان كده في البداية قلتلك ما تديش قرارات سريعة حاول ان انت ادي فرصة لنفسك و ادي فرصة للشخص اللي قدامك عشان انت تعرف توصل لقرار صح فحاول على قد ما تقدر انك انت لما تدي قرار تستشير نفسك مليون مرة اصلك هتندم لو اديت قرار سريع هتندم فعندك قرار مهم من ناحية العاطفية سواء بالرفض او بالقبول ولكن انت عندك حب زواج في بداية في شيء مهم جدا عاطفية من الاخر كده عندك مناسبات لذيذة ولكن اكثر المناسبات لشخصك انت يا برج العزراء شيء هتسعب به جدا 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 انت يمكن تكون عايش قصة عاطفية او اشتياق لوضع عاطفي او اشتياق للماضي جدا او اشتياق لشخصيات من ابراج نارية فعندك ده وعندك الاسبوع التالت في انك بتسترجع كلا بتلوم شخص انت ممكن تكون على خلاف معاه فيبدأ عندنا ان احنا نرجع لبعض حالة من الحب حالة كمان من الغيرة عليك جدا جدا من اكتر من شخص بيحبوك على فكرة برج العزراء انت واقع واقع في قصة كبيرة كده هنا بيحبك وطرف هنا بيحبك وطرف هنا بيحبك وحد من العائلة بيحبك وحد من الاصدقاء الوضان بيحبك وعليك ان انت تختار وتكرر كتير من اللي بيسمعني دلوقتي يقول فين الناس اللي بتحباني دي انت مش مركز انت لو ركزت اتعرف تفسير اللي بيحصل حواليك اتعرف سؤال ده بس ممكن يكون محرج او سؤال ده بس احنا عشان الوضع العائلي حساس شوية فما نتكلمش في حاجة زي كده دور وانت هتعرف ولازم تكون بتخرج وبتتعامل مع ناس كتير عشان تلاقي ده غير بقى الامور العاطفية الامور بالنسبة لك المهنية الامور المهنية انت مازال عندك احتياج لفلوس ولكن هيكون الوضع المهني المادي فيه حركة الوضع المهني انت بتهتم بيه عشان تقدر ان انت توازن الامور المادية بالنسبة لك عشان تقدر تتحسن مادية عندك في الوضع المهني خطوة جديدة او شيء جديد او مجال جديد حاجة بتبتديها مهمة جدا جدا او بداية انت وقفتها الفترة اللي فاتت بتبدأ الفترة دي انك تكملها تستكمل شيء او بتحاول تعوض شيء موجود جدا الاسبوع التالت هيخدمك في ده لكن انك انت تبتدي بداية جديدة تماما في الايام اللي احنا حضرنا منا اللي موجود فيها برج الامر في برج الجوزاء مش هتخدمك مش هتخدمك الا في الحاجات البسيطة مش الحاجات الكبيرة برج العزراء الامور المهنية عندك في الوضع المهني جيد عندك كمان في ايجابيات مهمة جدا جدا عندك ان هيكون في لقاءات او اجتماعات باشخاص مهمين لهم اضافة في الامور المهنية وتحسين الاخطاء المهنية اللي انت ممكن تكون ارتكبتها فعندك الوضع المهني جيد خطوات مهمة جدا عندك الوضع المادزي في مكسب ولكن تحضير لمكسب خلال الاسبوع التالت تحضير لمكسب الى ان لما نوصل بقى للاسبوع الرابع بقى ونبدأ عندنا برج العزراء هيبقى الامر موجود فيه في البداية فبيبدأ والزهراء والوعطار ده هيكونوا خلاص موجودين في برج السور وقتها يبقى قصة الاسبوع الرابع من اروع الاسابيع اللي ممكن تمر عليك الا ان احنا في الاسبوع التالت دلوقتي هو الاسبوع التالت عارف بمثابة ايه؟ بمثابة اللي هو بدك بشوية كده تقل بس فيه حالة امان من يومين قبلهم بيبدأ اللي هو انك بتمشي بتمشي بتحاول انك تعمل لبعدين بتحاول انك تحرك نفسك بتحاول انك انت تقرأ لقدامك بتحاول تعمل لقاءات اجتماعية بتحاول تقرب لاشخاص بتحاول تتوقف نفسك او تسبت نفسك على على ارض سليمة او صلبة الى ان تدخل الاسبوع الرابع تلاقي ايانا البهجة ايانا الفرحة عندك ده جدا كمان عندك فيه الامور الصحية فيها حالة شفاء حالة شفاء او حالة لقيها علاقة بيه استكمال علاج او استكمال كرس علاج وهتكون خطوات تدريجية ماشي بيه ان يكون اطمئنان استشفاء بمعنى اصح عندك ده جدا جدا برج العزراء هيكون عندك اتصال مهمة او فيه زيارة عائلية مهمة او او اتصال فيه حاجة مفاجئة بس مناسبة سعيدة فعندك شيء سعيد بس هيحصلك بشكل مفاجئ اللي هو ايه بجد فهيكون عندك ده جدا انا عارفة ان انا طاولت عليكم قوي بس انتوا لازم تكونوا واخدين بالكم خلال الاسبوع ده حريصين جدا فيه ان انتوا تفهموا اللي قدامكم غلط تفهمهم حاجة عنكم غلط ان انتوا لا مش موافقين رفضين كل ده تكون حريص جدا 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 خاصة يا برقة برج العزراء بشكركم جدا لا تنسوش اللايك واشتراك في قناة تفعيل جار السلام